اشتركوا في القناة هوني بهالفقرة هاي ما بيقلي ازا كان عندي نقطة تقسم مستقيم بنصه تمام وبيدي اطالع احداثياته فطبق هالقانون هاد اللي هو ازا بدي واياته واي صفر واي واحد زائد واي اثنين على اثنين وكمان ازا بدي اثنين وكمان ازا بدي اثنين بقول اكس واحد زائد اكس اثنين على اثنين احنا اخذنا بالدروس السابقة نقطة تقسم مستقيم بنسبة ما اعلمنا كيف نطالعها من القوانين اللي اخذناها قبل هون تقسمه بنصفه تماما فقط بجمع الوايات واسمن على اثنين وبجمع الاكسات وباسمن على اثنين لطالع اكس نشوف اول تطبيق عيطينا يا عبي يقلي نقطة ا تساوي اكساته ا وياته اونيكي وكمان النقطة ب تساوي اكساته بصير عندي ا زائد ستة ناقص ا على اثنين وكمان اه اتناعش زائد ناقص اربعة على اثنين بجي على التطبيق ا زائد ستة ناقص ا عندي زائد ا وناقص ا بروحوا مع بعضهم ببع عندي ستة على اثنين واللي هي ثلاثة قلعت الاكسات وكمان الوايات نفس الشي تناعش زائد ناقص اربعة فبصير ثمانة على اثنين واللي هي اربعة باكتب له اياهم بشكل احداثيات نقطة خلق بالتمرين البعده وعبقن لي انا لطيك دوز لامدا نقطة ا اكساته تمانة وياته ناقص تلاتة والنقطة ب ناقص اثنين ناقص خمسة ايسا ابنن ارتا نقطة سنن ارجنا وزاقلو تات بيرمدر بولالم بدوهم مني احسبلو الارتا نقطة سنن امن الاب واشوفها النقطة هاي هي ده تطلع معاي قد بتبعد عن مركز الاحداثيات الارجن هلا اقص عادة اقصات هاي يعني تمانة زائد ناقص اثنين على اثنين تطلع معاي بهالشكل هاد تطلع معاي تلاتة تمانة ناقص اثنين تطلع معاي ستة على اثنين تلاتة وكمانة ناقص زائد ناقص خمسة فبصير ناقص ثمانة على اثنين تطلع ناقص اربعة والله بدو احسبلو قد بتبعد عن المركز متل ما تعلمنا قبل البعد النقطة عن بعضون يساوي عندي هالقانون تحت الجزر اكسات النقطة لناقص اكسات النقطة التانية ناقص وعيات النقطة الاولى نقطة المركز تعرفو صفر صفر بقول تاتة ناقص صفر للتربيع ناقص اربعة ناقص صفر للتربيع بصير عندي تلاتة للتربيع تسعة هوني كمانة اربعة للتربيع ستتعاش بيطلع مجموع خمسة وعشرين تحت الجزر بجزرها بتطلع معاي خمسة برمدر هلا بالتطبيق البعد عابيقلي نقطة ا اكسات ناقص تاتة وياتة ب والنقطة ب اكسات ا وياتة ناقص واحد نقطة لرنن وقرطة نقطة س ج عابيقيني هون نقطة المنصفة للمستقيم اللي بدايته او نهايته ب هي ج ناقص واحد واربعة بيدو مني ابي اشتر يعني بدو مني ضربهم في بعضهم قد يساوي بولولهم هلا نفس الطريقة بحط القانون النقطة المنصفة اللي هو اكسات الاولى زائد اكسات التانية على اثنين تساوي اكسات النقطة المنصفة اكسات النقطة المنصفة من هون بغدا بصير عندي ناقص الثلاثة زائد اي على اثنين تساوي ناقص واحد من هون بضرب طرفين في الوسطين فبيطلع عندي ناقص الثلاثة ناقص الثلاثة زائد ا تساوي ناقص اثنين من هالعلاقة هاي بنقول ناقص الثلاثة للطرف الثلاثة فبتصير زائد الثلاثة ناقص الثلاثة بيطلع معي الجواب واحد هلا باجي على بنفس الطريقة ب زائد ناقص واحد على اثنين يعني بتصير ب ناقص واحد على اثنين تساوي اديش تساوي اربعة هلا تماني الطرفين بوسطين هاي اربعة بتساوي تمانية معناتها بي ناقص واحد تساوي تمانية بنقول هاد الواحد لهالطرف بصير هاي تسعة وبصير البي تساوي تسعة هلا هو بده ضربهم في بعضهم واحد ضرب تسعة تساوي تسعة هو المطلوب بهالتطبيق هاد عبيقلي النقطة ا اكساته ناقص اثنين وياته خمسة بي اربعة ناقص واحد وجي ناقص ثلاثة ناقص اربعة نقطة لرنا نشي قبل ادان ا بي جي اوش قننن ا بي قنار ايد قنار ورطين اظن له برمدر بلال بدا يعني اوجد له قول متوسط المسلس المتعلق بالقاعدة تب هلا طبعا اوجد قول هاد لازم اطالع احداثيات نقطة دي كيف اطالع احداثيات من شوي اخذت قانون بيحسب لي احداثيات نقطة تقع بنصف مستقيم فبعتبر هاد من هون هو المستقيم وهي النقطة اللي تقع بنصفه معناته اكسات هاي زائد اكسات هاي على اثنين بالطالع لأكسات النقطة دي ويات هي ويات هاي زائد ويات هاي على اثنين بصير عندي ناقس اثنين زائد اربعة ناقس اثنين زائد اربعة اثنين على اثنين فبتطلع واحد اكسات تطلع معي واحد اما الوايات فخمسة ناقس واحد اربعة على اثنين اثنين فبتطلع معي بشكل تالي فالله حسب قانون البعد ما بين الطبقين دورا بطبق وبقول تحت الجزر هو اكسات اكسات هاي ناقس اكسات هاي للتربيع زائد ويات هاي ناقس ويات هاي للتربيع بصير عندي واحد ناقس ناقس تلاتة كله للتربيع بصير اثنين ناقس اربعة امانة كله للتربيع بحلى بتصير عنده هون واحد زائد تلاتة عندي كمان ناقص بناقص بصير زائد. زائد اربعة ستة للتربيع ستة وتلاتين. بيطلع معي الناتج. اتنين جزر تلات عشر وهو مطلوب. هالفقرة هاي عبيعلمني. انا ازا عندي نقاط. نقاط وصلتم ببعضهم رح يطلع معي مسلس. قال ازا انا اخدت متوسط للتلات ضلع. يعني للتلات نارات. فبتطلع معي نقطة تلاقيهم كلياتهم. اسمها نقطة جي. احداسياتها. دارت اطالع احداسياتها. هي اكسات هاي زائد اكسات هي زائد اكسات هاي زائد اكسات هاي. سيم ثلاثة. وازا بدي واياتها هي وايات الا وايات البي وايات البي. كمانة على ثلاثة. بطلع معي احداسيات النقطة جي. وكمانة هوني اعطاني معلومة تانية. قول جي اعني طول هاد. تساوي ضعف طول هاد. يساوي اتنين طول جي. نفس الشي طبعا بينطبق على هاد. كمان طول هاي الشقفة هاي هون. تساوي ضعف طول هاي. كمانة هون. نفس الشي. كل هاي تساوي ضعف طول القطعة موجودة هون. باخد تطبيق على هالحقه هاد. عبقلي. نقطة A سبعة اثنين. نقطة B ناقص خمسة. خمسة. والنقطة جي واحد خمسة. النقطة لارنن. لشتردو. ابي جي. اوش جاننن. ارلق مركزنن. اردنات. ارنة. بولالم. فعن. النقطة. اللي توصلت من هون لهون. اللي توصلناها. اي. تعتبر اسمها. مركز سقال المسلس. فهوني. طلب بني. توجد. احداثيات. مركز سقال. المسلس هاد. اللي شكلوا لي اياه هال تلات نقاط. فمباشرة. اكس هاي. واكس هاي. واكس هاي. جمعهم مع بعض سبعة. ناقص خمسة. زائد واحد. بتطلع معنا. تلاتة. على تلاتة بتصير واحد. كمانة هون. اتنين. زائد خمسة سبعة. زائد خمسة. بتصير اتناش. على تلاتة. بتطلع معي اربعة. اي. احداثيات. مركز. اتقال. المسلس هاد. اللي هو. طلبه مني. بهالتمرين. عبيعلمني. كيف طالع. نقطة. لاقي اقطار. متوازي الاضلاع. متوازي الاضلاع بالتركي اسمه تلال كنار. طبعا اذا نظرنا نظرة. لاقينا اربع هون. اربع نقاط. اربع نقاط. نقطة تلاقي الكنارات مع بعضها. هي نقطة نصف هالكنار هاد. يعني انا اذا اخدت النقطة اللي بتمثلي نصف المسافة ما بين دي و بي وضع معي. انا انا بعوض بالقانون نفسه. عندي اكس اربعة ناقص اكس اثنين على اثنين. بتساوي لي هاي النقطة. تماني اكس واي اربعة ناقص واي اثنين على اثنين. كمان بتساوي لي هاي ويات هاي النقطة. تماني هون اكس تلاتة ناقص اكس واحد على اثنين. بتوسلي كمان نفس النقطة. وكماني واي تلاتة ناقص واي واحد على اثنين. بتمثلي هاي النقطة. هون طبق هالشي هاد. اخد. اول قانون. هدون مع بعضن. وتاني قانون سوا فيو لهدول مع بعضن. اصار عنده. بقدر يختصر اثنين على اثنين. اصار اثنين لائد اكس اربعة. بتنتجة انه ازا كان عندي اه متوازي الاضلع. بقدر بطالع نقطة بتربط لي نقطة التقاء اقتاره. هالقانون هاد. وهوني الوايات نفس الشي. كماني اختصر اثنين مع اثنين. بقدر معه من هالشكل هاد. هلا هوني بدكات ادلم. كماني نفس الحكيحة الي ازا كان عندي متوازي اضلع. وطلع معي مما هاي القطعة تساوي هاي القطعة. وهي القطعة تساوي هاي القطعة. فبقدر بقول انه واحد. زائد تساوي PH3 تساوي X4 زائد X2. شكرا C4 زائد Y2 تساوي Y1 زائد Y 3. هلأ هوني يشوف هالتطبيق هات شكل ده A B J D برلال كنار برلام برقيلة رقورة A زائد B أجتر بلالم بدو A والب جمعون شاديو ساوي هلأ ثورا بما أني تعلمت إذا كان عندي برلال كنار ثورا بقدر بكتب هالأكس زائد هالأكس تساوي هالأكس زائد هالأكس ففورا A اللي هي هون زائد هالأكس الموجودة هون اللي هي ناقص 2 يعني بتصير A ناقص 2 تساوي مين خمسة زائد مين زائد 3 خمسة زائد 3 من هالعادلة البسيطة فورا طبعت معي المطلوبة وبعدين كمان بقدر باخد B ناقص 1 تساوي ناقص 6 زائد مين زائد الأربعة ناقص 6 زائد الأربعة تساوي ناقص الواحد زائد الب بنقول هاي ناقص الواحد لهالطرف هاد هوني عندي ناقص 6 زائد أربعة تساوي ناقص 2 واجت هوني زائد واحد من هالطرف هاد وبتصير ناقص 1 B بتساوي ناقص 1 هو ايش طلب مني؟ طلب مني A زائد B ناقص 1 زائد 10 فبتطلع بسعة المطلوبة الآن هوني وصلنا على التمرينات المحطوطات تحت هذا القسم من الدرس عبالي بالتمرين الأول نقطة A إحداثياته 4 1 والنقطة B إحداثياته 2 3 نقطة لرنين أورطة نقطة سنين كوردينات لرنين بولونز بده أوجد له الأورطة نقطة يعني النقطة اللي بتكون في نصف المستقيم اللي بيوصل A مع B أوراً 4 زائد 2 تساوي 6 على 2 تساوي 3 بقال له ساتة 3 واياته 1 زائد 3 4 على 2 2 واياته 2 هيك بقال له أحداثيات كوردينات لرث النقطة المطلوبة الآن بالسؤال الثاني أريد أن يقول لي النقطة J إكساته 3 واياته 4 والنقطة D إكساته إكس واياته ناقص 2 نقطة لرنين أورطة نقطة س النقطة الأورطة نقطة سي لأله هي A اللي هي 6 Y ونقري بده أحسب له X زائد Y هوني فوراً بقدر بقول 3 زائد X على 2 تساوي 6 يعني بما أني تهاي قرطة نقطة سي كيف بطالعة من هون بطالعة بتلاتة زائد X على 2 تساوي 6 من هوني بقدر بدرب 2 بالستة بتصير 12 12 بطارت عندي 3 زائد X تساوي 12 بقلب هاته للطرف الثاني بتصير ناقص 3 12 ناقص 3 بطلع معي X تساوي 9 وكماني بالطرف الثاني عبيقلي Y 4 4 زائد ناقص 2 يعني بتصير 4 ناقص 2 4 ناقص 2 4 ناقص 2 تطلع 2 على 2 تطلع 1 Y تساوي 1 الآن جمعهم مع بعضون تساوي 10 وبكتب له تساوي 10 من سؤال الثالث عبيقلي كوشلار A B و J تساوي مركز من كوردنات بلنز عبيقلي هدولي الكوشلار يعني الزوايا بمسلولي لمسلس بده مركز يعني بده مركز اذا نطالع مركز مسلس فهنين نقطة تلاقي المتوسطات نقطة J لنا فرضة نقطة J ايش تساوي تساوي X1 زائد X2 زائد X3 تقسيم 3 والY لألة تساوي Y1 زائد Y2 زائد Y3 على 3 سنبدأ نبدأ حساب واني عندي X1 1 4 بصير 5 ناقس منها 2 بصير 3 على 3 معناتها 1 معناتها اوالشي X8 راح تكون 1 وياتها منشوفه ناقس 2 زائد 3 بيبقى 1 1 زائد 5 بصير 6 6 على 3 تساوي 2 معناتها وياتها 2 بكون طلعت له مركز سقال مسلس اللي بشكل لي 3 نقاط هنا بينتهي درسنا شكرا لحسن اصغائكم نلتقي بالدرس القادم ان شاء الله